وبالعودة إلى القمة العالمية للحكومات أكد معالم محمد القرقى وزير الشؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات في كلمته الافتتاحية أن الهدف من القمة رصد الإجابات وتحديد الأولويات للحكومات المستقبلية حتى تكون مستعدة لمستقبل وتكون جزءا من صناعته نسعى من خلال القمة لمحاولة توضيح الصورة وإبراز الفرص وكشف التحديات التي يحملها لنا المستقبل سنحاول في الأيام القادمة الإجابة حول كيف ستغير التكنولوجيا مستقبل حكومات وكيف ستؤثر التغييرات الجيوسياسية الحالية علينا في الفترة المقبلة هدفنا مع نهاية هذه القمة محاولة معرفة بعض الإجابات هدفنا مساعدة الحكومات على تحديد الأولويات ورصد التحديات لأن الاستعداد للمستقبل يجعلك جزء من صناعته وهمال ذلك يجعلك جزء من خسائره